سلام عليكم وهلوهلو يا مسائل جمال والسعادة عليكم يا أحلى أميرات وعشتوني كتير كتير يارب تكونوا في أحسن حال ويكون يومكو عد عليكم في سعادة وفي هنا دايما يا رب اللهم أمين أهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد فيديو لسيدة أجنبية بتاع شائل ديكورات وبتاع شأنية تدي لمسة حلوة لبيتها إيه حكايتها النهاردة وكل التفاصيل حنشوفها مع بعض بس قبل ما أبدأ الفيديو تحية خاصة جدا جدا لخديجة حبيب من الجزائر من مدينة بشار كمان شيخة من عمان ونزها من المغرب وجودكم على راسي من فوق وأحلى نسرين من المغرب وحببتي أم نور من القاهرة بجد شكرا جدا 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 على وجودكم معايا أنتوا أحلى أميرات أمارات بحبكم جدا 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 لو أنت كمان لسه جديدة بتمنى تكتبيلي الكومنت عشان رحب بيك تحية خاصة في الفيديو ويه كمان ما تنسيش تعملي السبسكرايب اللي تحت الفيديو لايكاتكم بقى الجميلة كلكم كده على فيديو النهاردة وتعالوا نشوف لمستها الجميلة لأي حاجة هي بتعملها بتدي كده شكل حلو شكل مختلف لبيتها عموما بكل أفكارها الجميلة زي ما شفنا كده مع بعض شوية من أفكار الديكورات اللي كانت بتعملها على تربيزة السفرة أو كمان لو عندها التربيزات الجانبية الفيديو اللي بتحطها عليها أو كمان هنا فكرة للتربيزة اللي بتبقى في نص الغرفة زي الأنتري أو التربيزات أو البفهات الجانبية إزاي نقدر نعمل عليها ديكورات وإداءات وتنسيك حلو جدا ما بين الحاجات دي كلها كمان هنا فكرة إن هي تجدد المراية بتاعتها دي هنا المراية بتاعت الحود بتاع الحمام بدت إن هي تجيب قطع إزاز صغيرة على شكل مرايات وتعملها زي فريم على المراية الأساسية في أفكار كتير قوي نقدر إن احنا نغير فيها بشكل المراية سواء فريمات خشب ممكن تعملوها حتى بالستيكرز اللي هو اللازب وتقدروا تعملوها زي فكرة كمان المرايات أو الإزاز ده أفكار كتير جدا جدا نقدر إن احنا نغير بها أي حاجة عندنا كمان هنا برضو بدأت إن هي تستخدم المرايات وتعملها بقى القطع أكبر شوية وتحطها على الخلفية بتاعت المطبخ اللي هو الجزء اللي ما بين الرخامة وما بين الدولاب بتاع المطبخ طبعا هي عندها هنا الجهاز أو الآلة اللي بتقطع بيها الإزاز بس زي ما بقولوكم ممكن الحاجات الخارجية اللي احنا نقدر نعملها برا نخلي حد يعملها لنا تقسيم مقسات لو حاجة عايزين تعملوها خشب أو مرايات أو إزاز وإنتوا تقدروا تكملوا الباقي ده في البيت طبعا بتلزقوا بسيليكون أو بتبقى حاجة أي مادة بتكون بس قوية إن هي تلزق المرايات أو الإزاز ده كويس تبقى سبتة طبعا ما ينفعش بأي لازق أو دابل فيس والكلام ده كله لكن لازم تكون مادة قوية جدا تلزقوا ويكون طبعا حاجة تكون أمان أكتر لكم ولي كل أفراد أسرتكم كمان هنا بعض من أفكار الديكورات والترتيبات اللي عاملها في البيت عجبني جدا فكرة طبعا نحن ننصك ما بين الألوان ما بين الكوشنز ما بين الديكورات بيخلي شكل الغرفة بيفرق كتير ونشوف لها أفكار كتير جدا إزاي كمان بتنصك ما بين الألوان دي بس تعالوا هنا حتى ولادها أو بناتها بتبتدي إن هي تعلمهم يشاركوا في الحاجات دي زي هنا بانوتاتها الصغيرة إن هي تهتم بالغرفة بتاعتها وبالسرير بتاعها وطبعا بتتعلم بقى من مامتها إزاي تحط الكوشنز شفتوا إن هي بتستخدم الكتعة البلاستيك اللي سهلة جدا أني تدخلي الأطراف بتاعت الملاية والمفروشات بتاعتك في الجوانب فكانت طبعا يعني حاجة مفضلة لها أو كانت حلوة وفرحة جدا باللي هي عملته ويه كمان هنا طريقة ترتبة بقى الكوشنز للديكورات أكيد طبعا ماما بتدي لمستها بس فكرة إن هي تشارك وإن هي تعمل حاجتها بنفسها دي طبعا من الحاجات الحلوة قوي اللي لازم نعلم أولادنا من صغرهم إن هما الحاجة الخاصة بيهم يعتمدوا على نفسهم فيها ببعض طبعا المساعدة مننا هنشوف كمان في مقطع تاني من الفيديو حتى بانتهاء الكبيرة إزاي بتعمل كمان ديكورات مع مامتها هنشوف كمان الجزء ده هنا كمان تعالوا نشوف طريقة ترتبها للمفروشات ودايما بنقول كده إن الأكياس بتاعت التغزين حاجات بتوفر مساحات كتير قوي لحاجات أنت بتكونيش بتستخدميها في الفترة الحالية تقدر إن انت تستخدميها في الأكياس دي وفكرة طبعا البوكسات والمنظمات فكرة الفوط اللي احنا بنلفها رول فكرة الحاجات دي كلها بجد لما بتتحطي كلها في مكان واحد بتلاقوا إن الدنيا تلمت وبتلاقوا إن كل حاجة بقى شكلها حلو فبتفرق طبعا في الشكل النهائي لأي حاجة أنت بتستخدموها فيها تعالوا نكمل كمان شوية من التفاصيل زي فكرة هنا غرفة النوم والترابيزة اللي بدأت تضيفها جديدة لديكورات اللي باللون الأسود واللون الدهبي هنشوف أفكار كتير لها كمان للغرفة وهنا كمان غرفة بنوتتها الكبيرة اللي بدأت إن هي كمان تورينا لمستها فيها المختلفة الحلوة إن هي زي ما بقول لكم اللي هو الماتشو بتاع الألوان هي وفقت ما بين الألوان بتاعت الستير مع الألوان اللي موجودة على السرير الملاي أو المفروشات اللي حطوها وكمان الديكورات اللي على الترابيزة الجانبية برضو نفس الألوان شوفوا شكل الغرفة كله بيبقى شكله حلو قوي طبعا بقى مع دخول الشمس ومع التهوية ومع كل الحاجات دي بجد بيبقى شكل البيت كله بيبقى جميل لو كل حاجة هتمينة بيها منفصلة بتلاقوا إن الشكل العام كله بيبقى حلو ده هنا عندها جولة سريعة كده في غرفة الغسيل برضو والمنظمات اللي بتستخدمها فكرة إن هي تخلي المكان بترتيب حلو وبنفس الوقت يبقى حاجة عملية تقدروا إن هي تستخدمها بكل سهولة دي برضو من الحاجات المهمة يعني حتى لو أنتوا بتحطوا ديكورات أو بتحطوا التنظيمات والترتيبات بتاعتكم خليكم أكتر في الفكرة العملية الحاجة اللي هي تبقى سهلة عليكم بعيد طبعا عن الشكل اللي هو لازم في الآخر يكون حلو طبعا لكن كل ما هتكون حاجة أسهل لكم وتوفر معاكم وقت ومجود وتخلي كمان الشكل يبقى كده حناكسبنا كل النقط في حاجة واحدة ده هنا عندها برضو زي ما قلت لكم ستايل ترتيب اللي هو تنصق الألوان ما بين ألوان الروز ما بين إن هي عاملة ألوان باللون الأسود فكرة إن هي كل مرة تغير في بعض التفاصيل اللي موجودة فتلاقوا إن المكان كله بقى ماتش كله حلو فيه في كل الألوان متنصقة مع بعض زي فكرة هنا عندها كمان الكنسول الموجود في الجنب وبدأت إن هي تضيف عليه الفوزة اللي باللون الأسود يمكن الناس مش بتحبب إن هي الألوان الغوامق لكن شوفوا في الآخر هي بتحاول تنصق ما بين الفاتح والغامق عشان يديها الشكل الحلو ده يعني حتى هنا ده كورنور كده موجود عند السلم يعني ممكن إحنا في فكرينا إحنا ممكن ما نستغلوش أو ما نحطش فيه حاجة لكن فكرة إن هي تحط في هنا الكنسول وفي المكان التاني تحط الشيز لونج فكرة برضو حلوة لاستغلال المساحات بلمسة كده لطيفة وبسيطة لكن الشكل النهائي طبعا بيبقى فخم جدا وبيبقى الجميل هنا كمان برضو زي فكرة الفوزات الحاجات اللي هي الكاسات الكبيرة أو زي جارات كده على شكل الكاس أو الفوزات اللي بغطة الحاجات اللي هي بتبقى إزاز بتبقى شففة فبتبقى لذيذة قوي إن انت تقدر يتغيرك حاجات أفكار كتير قوي جواها يعني كنا بنشوف أفكار نحن نحط ورد أو نحط اللي عارفين اللي هو الأوربيز اللي في المياه بنحط معاه الشموع أفكار إن نحن نحط النباتات الخضرة تقدر إن انت تحطي حتى قطع الدكور جوا مع الوردة أو الشمعة اللي هو الشمعة اللي هو اللي بالحجارة أو بالبطارية يعني فيه أفكار كتير قوي غير كمان هي بتستخدمها هنا كمنظمات تقدر إن هي تحط فيها مثلا زي ما هي حطت هنا قطع الصابون أو تحط فيها الحاجات اللي هي بتاعة المنظفات المسحوق وكده بتقدر تستخدمها في حاجات كتير فالحاجات اللي هي بتبقى الشففة دي بحسة إن هي بتبقى حلوة لما بتزر الحاجة اللي جواها وصوصا إن هي فيها ألوان وكده بتدي شكل حلو قوي ده هنا كده عندها الدكورات برضو والتنظيمات اللي هي عاملها في الحمام ناخد الفكرة المتاحة أو المناسبة لنا ونقدر إن احنا ننفذها في بيتنا ده هنا كمان المقطع بقى اللي كنت بقول لكم عليه اللي هي بانوتتها الكبيرة كمان بتساعد إن هي تحط لمستها في الدكورات فشوفوا حتى يعني هي بتهتم إن كل أولادها كبير أو صغير إن هو يشارك معهم في البيت طبعا إحنا بيت عايشين فيه كلنا لازم كلنا نشارك حتى لو بحاجة بسيطة طبعا حسب سن الأولاد اللي موجودة كبير أو صغير لازم كله يشارك كل يحطه لمسته ميبقاش اعتماد على شخص واحد لازم كلنا نشارك طالما كلنا عايشين في بيت ومكان واحد كمان هنا بعض من أفكارها ليه تنظيمها اللي البرفيوم تقدر إن انت تحمليه مش شرط بقى لو هنا دريسنج روم حتى لو عندك على السراحة أو ترابيزة عندك في الغرفة تقدر إن انت تضيفي برضو شوية البرفيوم والحاجات بتاعتك بشكل كده يبقى في نفس الوقت عاطي ديكور للمكان ويبقى تنظيم كمان مميز ده كده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم تكونوا أخدتوا منه ولو فكرة بسيطة من الترتيبات والديكورات تقدروا إن انتوا تطبقوها في بيتكم بسهولة ويتخلوه أحلى بيت في الدنيا ما تنسوش لايكاتكم الجميلة على الفيديو أميراتي يا أمارات هنختموا مع بعض فيه إزاي قبل النوم بتشيل كل الحاجات اللي موجودة على السرير وبتنهي يومها بالطريقة دي يارب تكون أفكار عجبتكم ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وأفكار جديدة وسائدة جديدة ناخد تركات وحركات لبيتنا ونخلي أحلى بيت في الدنيا أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله وسلام